كابتن عمر هنبتدي من تيد البلد زعيمة ثغر نادي الاتحادة السكنداري نادي الاتحادة السكنداري على مدار سينية طويلة جدا كانت بطولة كاس مصر عصية عليه تفتكر ان الموسم الحالي تحت قيدات واحد من اهم ابنائه كابتن طلعت يوسف مع مجلس ادارة قوي جدا مسوز محمد مصلحي مع لعيبة وصفقات مهمة جدا يعني مجلس ادارة وفرها للجهاز الفني تفتكر ان السنة دي ممكن تكون سنة خير بالنسبة لجمهور الاتحادة السكنداري ويقدر وصل لقاء نهاي؟ اعتقد هي يعني اسحل سنة ممكن نادي الاتحادة السكنداري يعيد الكاس اللي بعيد عنه اكتر من 43 سنة جمهور نادي الاتحادة السكنداري بيتمنى او بيمني النفس انه تخطى العقبة الصعبة دي النهاردة واعتقد يعني الفائز النهاردة هو حزوزه اقوى في الحصول على زي البطولة رغم قوة فريق بيرامد زيان وبطريق الزمالك اه طبعا الاتحادة والزمالك يعني انا شايف يعني هي المباراة النهاردة صعبة صعبة بكل المعايير والمقاييس للفرقتين الحقيقة يعني انها مباراة بين تاني وتالت اكتر فرق حصولا على كاس مصر بعد النادي الاهلي هو الزمالك ثم الاتحاد السكنداري والترسانة يعني ست مرات من هنا صعوبة المباراة كل الحقيقة كل فريق بيتمنى ان يخرج من هذه المباراة اه بالفوز ما فيه الشك طبعا يمكن باول مباراة الكابتن طلعت يوسف في الكاس هذا الموسمي اه وبالتالي هو اللقاء وحيد لهو كان اللقاء الختامي السنة اللي فاتت دا كان دوري مع اسموحة ودي بالتاني مباراة المستر ميتش يعني في الكاس وبالتالي حصول ايا منهم على هذه الكاس او الوصول للنهائي فدي حاجة بتسجله تبقى دافع لما هو قادم في الدوري ان شاء الله